تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع شركة قناة السويس للأستزراع المائي للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير بالشركة وحرص رئيس هيئة قناة السويس خلال جولته على الاطمئنان على معدلات تطوير أحواض للأستزراع السمكية حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير المرحلة الأولى والتي تشمل 49 شريحة بإجمالية 392 حوضا وفقا للمخطط الزمنية المقرر فيما يجرى العمل حاليا ضمن المرحلة الثانية للتطوير وأشد رئيس هيئة قناة السويس بحصول شركة قناة السويس للأستزراع المائي على أعلى الشهادات المعتمدة دوليا في إطار الامتثال إلى معايير السلام الغذائية والبيئية كما تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من أحواض الاستزراع بالشركة على نحو الأمثل